بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم يا أبطال يا حلوين في درس جديد من دروس قراءتي درسنا لهذه اليوم محراث حارث من خلال هذا الدرس راح نتعرف على حرف جديد من حروف اللغة العربية وحرفنا لهذه اليوم صوت الحرف ث ث اسم الحرف ثاء ثاء هذا الحرف يشبه حرف التاء حرف التاء اللي أخذناه بدرس بنات هذا الحرف الفرق انه حرف التاء علي نقاط اثنين وحرف الثاء علي ثلاث نقاط صوته الث الكل يردد معي الث اطلع لساني بر أساني نتعرف على هذا الحرف من خلال هذه الصور اثمع الفتحة ث صوته تعرف على أصوات الحرف ث مثل كلمة ثور 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 ثمع الضمه ثو ثو ثعبان لاحظ هنا بصورة ثعبان ثن حرف الث مع الكسرة ثي ثي مثل كلمة ثيمار ثيمار أصوات حرف الث الث مع حروف المات ثا ثا ثو 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 ثي محراث حارث لاحظ هنا بصورة صورة محراث اللي من هذا المحراث محراث حارث هذا الرجل اسمه حارث ماذا يعمل حارث حارث فلاح حارث فلاح يحرث الأرض ماذا يعمل الفلاح يحرث الأرض ولده ولده ليث يقود الجرار شوفوا هذا الجرار من يقود الجرار ليث ولده ليث يقود الجرار هذا هو الجرار شوفوا هذا الجرار ثامر يجمع الأثمار هذا شوفوا الولد هذا الولد اسمه ثامر ماذا يعمل ثامر يجمع الأثمار لاحظ هذه ثمرة الدفاح ثامر يقطع يقطف الدفاح ثامر يجمع الأثمار ثورية ترعى الغنمة هذه البنوتة اسمها ثورية ماذا تعمل ثورية ترعى الغنمة وتربي الدجاج لاحظ هذا الغنم يمثورية لاحظ هذا الغنم يمثورية وهذا أيضا الدجاج تربي الدجاج تعرفنا على قصة الدرس وهس انتبه علي ما مرح أقرى الدرس محراث حارث حارث فلاح يحرث الأرض ولده ليث يقود الجرار ثامر يجمع الأثمار ثورية ترعى الغنمة وتربي الدجاج تهينا من قراءة الدرس هس راح نبدي بتقطيع كلمات اللي تحتوي على حرف الث عندي كلمة مقطع مح مي مي اح مح مقطع ساكن مح رآرا محرا ثوث محرا ثو محرا ثو ثلاث مقاطع صوتية محرا ثو محرا ثو حاري ري ثن حاري ثن اح آ ح رئي ري حاري اف ان ثن ح ري ثن حاري ثن يح رو هنا يح مقطع ساكن يح هي آية اح يح رؤ رو يح رو ثوثو يح رو ثو يح رو ثو ال ا لي ي لي مقطع ساكن لي ثن ثن لي ثن لي ثن ثن اث 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 ام ايمي تامي ار ار رون تام رون ثام رون ال اث ال ا ال حرف حرف ساكن يضاف مع مقطع ال اث ال اث ام اما ال اث ما ار ار ال اث ما ر ال اث ما ر ثو 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 ار ار ثو ر اي ثو ر هنا حرف لي ساكن ثو ر اي ايا ثو ر يا ثو ر يا حرف ال عليه شد مشدد اذن الف ضمرتين واشدهم بالشدة واكتب مرة وحدة ثو ر يا ثو ر انتهينا من تقطيع الكلمات اللي تحتوي على حرف لث يلا ما منعيد قراءة الدرس محراث حارث حارث فلاح يحرث الارض ولده ليث يقود الجرار ثامر يجمع الاثمار ثرية ترعى الغنم وتربي الدجاج انتهي درسنا لهذا اليوم الى اللقاء الى اللقاء في درس جديد ترجمة نانسي قنقرة الدرس ترجمة نانسي قنقرة الدرس